رسميا النسخة العالمية لهاتف الريدمي نوت 13 برو بلاس تم الإعلان عليها وستكون متوفرة للبيع في عاليكس بريس يوم 24 جنف من هذا الشهر الهاتف يأتي بمواصفات ممتازة خاصة من ناحية المعالج والتصميم الجميل مع مميزات أخرى سنكتشفها في هذا الفيديو لذلك تابع الفيديو الأخير لمعرفة كامل التفاصيل عليه أيضا الدعم خوتي مخسر والو دير لايك ودعم هذا المحتوى التقاني المفيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية أولا سعر الهاتف رح يبدأ بسعر حوالي 400 دولار أيضا توجد تخفيضات أولية للهاتف عليكس بريس لذلك لمن أراد الشراء سأضع الرابط في الوصف ولكن قبل ذلك يجب عليك مشاهدة الفيديو كاملا لمعرفة مميزاته وعيوبه وهل سيكون صفقة ممتازة للشراء أم لا ثانيا نبدأ بالتصميم صراحة هاتف الردمن نوت 13 برو بلاسياتي بتصميم جميل خاصة نسخة التي تأتي بخامات من الجلد في الظهر حيث سنجد أن هذه النسخة منقسمة لعدة أقسام في الظهر وكل قسم يأتي بلون مختلف أيضا الهاتف يأتي بألوان أخرى كاللون الأسود والأبيض هذين اللونين يأتيان بظهر من الزجاج أيضا تصميم الكاميرات الخلفية للهاتف مميز صراحة سنجد أنها تأتي منفصلة على بعضها البعض أيضا الهاتف يأتي بوزنين نسخة تأتي بوزن 199 جرام والأخرى بوزن 204 جرام والشيء المميز أن الهاتف يدعم معيار الـ IP68 لمقاومة الماء والغبار حيث يعتبر أول هاتف من ريدمي يأتي بهذه الميزة وهذا الشيء ممتاز صراحة صراحة هاتف ريدمي نوت 13 برو بلاس أعتبره من أفضل التصميمات لهواتف ريدمي على الإطلاق وأنتم ما رأيكم بالتصميم ومن مميزات الهاتف أنه يأتي بشاشة متميزة في فاتحها السعرية وتعتبر من أفضل الشاشات حاليا فهي تأتي من نوع أمولد منحنية بحجم 6.67 إنش تأتي بدقة 1.5 كاي مع معدل تحديث عالي 120 هرتز تمتاز الشاشة أيضا بسطوع 1800 نيتس ومحمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنون غوريلا غلاس فيكتس لذلك رح تكون مناسبة جدا تحت أشعة الشمس ورح تقدم لك وضوح ممتاز تدعم الشاشة أيضا ميجة طولبي فيجين والـ HDR 10 بلاس وتدعم أيضا 68 مليار لون لذلك رح تكون مميزة من ناحية الألوان ومشاهدة المحتوى أيضا الشيء المميز أنها تأتي بحواف رفعة على الجانبين صراحة شاشة فلاك شيب من ريدمي بدون أي مبالغة وبالنسبة للآداء سنجد معالج من شركة ميديا تيك وهو دامين سيتي 7200 إيلترا يأتي بدقة تصنية 4 نانومتر مع المعالج الرسومي مالي جي 610 أم بي أربعة أيضا يأتي بذاكرة وصول عشواء الآل بذي آر 5 بسعة 12 جيجا بايت ومساحة تخزين UFS 3.1 بسعة 512 جيجا بايت ويتوفر أيضا بسعة 8 جيجا بايت مع 256 جيجا بايت وتقدر تضيف 8 جيجا بايت افتراضيا أداء الهاتف ممتاز ورح يشغلك الألعاب الثقيلة بدون أي مشاكل أكيد رح تلقى سخونة خاصة عند اللعب المكثف ولكن يبقى من أفضل الهاتف آداء أيضا الهاتف تحصل على منصة أنتوتو على أكثر من 730 ألف نقطة أيضا تحصل على الجينج بانش في النوات الواحدة على 1128 نقطة وفي النواتين تحصل على 2685 نقطة لذلك فهذا المعالج معالج دامين سيتي سابعة لله 22 إليترا أقوى من المعالج الموجود في هاتفها السابق ريدني نوت 12 برو بلاس أيضا رح يشغل الألعاب الثقيلة عند الستين فريم أيضا يعمل هاتف النوت 13 برو بلاس على واجهة المي يو آي 14 مع نظام أندري 13 للأسف الهاتف لا يأتي بواجهة الجديدة لشاومي الهايبر أو اس ولكن في وقت لاحق أكيد رح تصل هذه الواجهة للهاتف الواجهة تأتي بميزات أنيقة مثل جهاز مراقبة معدل ضربات القلب والشاشة الثانية والنوافذ العائمة والعديد والعديد من الميزات الأخرى المتميزة في وهجة المي يو آي 14 وبالنسبة للبطارية فتاة بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم ميزة الهايبر شارت بشاحن سريع بقوة 120 واط لذلك رح يشحن الهاتف من 20% إلى 100% خلال 20 دقيقة فقط في اختبار بطارية على البي سي مارك تحصل الهاتف على نتيجة 12 ساعة ودقيقتين وفي اختبار الفيديو تحصل على نتيجة 14 ساعة و 17 دقيقة أيضا الهاتف يدعم بطاقة السيم مزدوجة النانو ويدعم بليتوت 5.3 والفايف جي والوي فاي 6 والجي بياس ويدعم ميزة الأنفسي والأي آر للتحكم في الأجهزة الكهربائية وبالنسبة للكاميرات ياتي هاتف الردمين نوت 13 برو بلاس مزودا بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل مع فتحة عدسة F1.7 تدعم المثبت البصري أيضا الكاميرا تاتي بحساس من سامسونجل آش بي 3 والكاميرا الثانية للتصوير الواسع بدقة 8 ميجابيكسل وآخر كاميرا للماكرو بدقة 2 ميجابيكسل أيضا الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والFHD وأما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 16 ميجابيكسل الصور الملتقطة في الإضاءة العالية بالكاميرا الرئيسية الجيدة الألوان ممتازة والظلال جيدة ولكن صراحة التفاصيل ليست واضحة خاصة عند التكبير وفي الإضاءة المنخفضة تنخفض الجودة قليلا وهذا شيء طبيعي فالسؤال المطروح هل يستحق هاتف ريدمي نو 13 برو بلاس الشراء أم لا إذا كنت مهتم بالألعاب ومشاهدة المحتوى فهو يعتبر جيد وأما إذا كنت مهتم بالكاميرا خاصة من ناحية التفاصيل فهو ليس الأفضل أيضا الهاتف يأتي بميزات وعيوب أولا نبدأ بالمميزات صراحة هاتف ريدمي نو 13 برو بلاس لديه تصميم جميل خاصة النسخة التي تأتي بخامات من الجل أيضا يتميز بشاشة ممتازة ساطعة بدقة عالية وتردد 120 هرتز أيضا آداء الهاتف ممتاز ويتميز بسرعة شهر سريعة أيضا يتميز بتصنيف الـ IP68 ويدعم صوت ستوريو مع تقنية التول بأطنص وأما عيوب الهاتف صراحة التفاصيل ليست واضحة في الكاميرا أيضا للأسف الهاتف لا يأتي بواجهة شاومي الجديد الـ HyperOS وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه